نصيحة الببغاء سقطت الثلوج وأمست الحياة قاسية لا تحتمل عند سكان الغابة وأخذ كل واحد يفكر في إيجاد مأوى دافئ له تعاونت الأرانب وحفرت أنفاقا عميقة تحت الأرض أما اللقالق البيضاء فهاجرت بعيدا بحثا عن الشمس يؤازر بعضها بعضا ولم يبقى في الغابة غير ثلاثة طيور لم تهتدي إلى وسيلة تنقدها من قسوة الشتاء وتلوجه المتساقطة اجتمعت الطيور الثلاثة تحت الشجرة الكبيرة محتمية بأغصانها بعد أن سقطت بيوتها ولم تجد مكانا تأوي إلي تكلم العصفور المغطى بالثلوج وهو يرتعد قائلا بنيت بيتا من الريش الملون كان دافئا لكن الماء الذي تسرب إليه هدم جدرانه فوق رأسي عقبت الحمامة المرتجفة جمعت الأعواد من هنا وهناك وبنيت بيتا جميلا لكن الهواء البارد تسرب إليه من خلال الثقوب فأمس باردا لا يحتمل ثم سكتت ومنقارها لا زال يرتجف بقوة من شدة البرد قالت البجعة وجسمها ملطخ بالطين من طين النهر بنيت بيتا من أجمل البيوت ولكن جدرانها تساقطت علي عندما تراكمت عليها الثلوج ثم صمت الجميع متألمين على بيوتهم المتهدمة فجأة ظهر ببغاء جميل حتى على غصن قريب منهم نظر إليهم فعرف أنهم يعانون مشكلة كبيرة سألهم عن مشكلتهم فأخبروه بسرعة فكر الببغاء ثم قال بتعاونكم تبنون بيوتا لا تتهدم تصمد بوجه الريح والمطر شكرت الطيور الثلاثة الببغاء على نصيحته وبدأ الجميع يتعاونون على بناء بيوت لهم البجعة تجلب الطين والحمامة تحضر الأعواد والأخشاب الصغيرة والعصفور يلملم الريش من كل مكان أما الببغاء فكان يساعدهم في بناء البيوت وترميمها بعد فترة قصيرة ارتفع وسط الغابة بيت كأجمل ما يكون مبني بالطين ومسقف بالأخشاب ومكسو من الداخل بالريش وفي المساء كان الجميع يتصامرون فيه بفرحة وسعادة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر